نروح لحالات البييرو تمام؟ نبدأ على طول مع حضرتها الكابتن مؤمن وهدف الزمالك الأول وده فديها اتنين اه هدف مبكر جدا اه مع حضرتها وعفتكر ان يعني هنا برضو اللعيب الكبير بيبان دي عفتكر ان كرة طويلة مش متوجهة كويس لكن اللمسة الواحدة اللي عملها مصطفى افتكر انها عبقرية جدا لانه دخل مصطفى اتنين بالحركة وعملها بسدرو هنا عبشافي وخبرته الباكلفت ممكن يعمل مشوار خمسين متر عشان يعمل اوفر هو هنا بمنتهى الخبرة عارف امتى يحط الكرة عمل ثلاث خطوات بس وكان كل مهمته ان يحط رجليه المزبوطة عشان يعمل في المكان الصح الحقيقة جوب مسائلي جدا لانه اوباما كان على اللي هي تعليمات المدرب العرض القريبة ما خرجش برا العرض القريبة كانت بتوجيهها سليم وبدأت من تحتك بالزبط لكن الكرة الاولانية ما افتكرش انها تاكتك اللي نجح اللعبة كلها هو مصطفى باللمسة السحرية اللي عملها بسدرو نزلها كرة وصلنا في اخر التلت الاخراني ببصة واحدة بتحرك زكي لو كنا سألنا على عبشافي فعبشافي دوره هنا الخبرة بتاعته من السبات بخطوطين عارف ازاي يحط جسمه محتاجش يعمل العنف كبير ولا وحط رجل سليم رائع طيب في الدقيقة 15 لكابتن مجدي كان فيه هجم النادي الزمالي اه دي بقى الكرة اللي انا اتكلمت عليها يمكن اه مصطفى الشوطة بتاعت مصطفى محمد اللي لو عنده توفيق فيها لانه لماها كويس قوي بص مصطفى محمد بيلعب وسط كام اهو لو وقفنا ايوا اهو اهو افتنا بص مصطفى محمد بيلعب وسط كام اه وسط اربع خمس لعيبة من الترجل الواحد اهو وبالرغم من كده سيطر على كرته وحطوها على الارض ولا ان ملاقش حل لان اي حركة تانية هتتقطع كرة تبقى هجم مرتدة عن النادي الزمالي بزبط لا ان ملاقش حل غير انه حط وش رجله فيها حط وش رجله في منتهى الروعة لكن ما خدمتوش مراحتش يعني بين التلاث حركة وما يقدرش هو يجري كده صعبة جده بوسط الناس لا صعب ما بقول لحضرتك اي حاجة تانية هتتقطع اه وتبقى هجم مرتدة عن النادي الزمالي بالزبط وكانت شطة موفقة جدا لو راحت في الجونجون عالمي جون عالمي اه اه في الديعة 19 كابت المومن كان فيه هجمة للترجل نحت الشمال اه طيب الحقيقة هنا برضو بيبان ان العدد لعيبة الترجل اللي جواهة 18 هم 3 لعيبة لو حسبنا كده عدد لعيبة الزمالي علينا 5 او 6 لعيبة موجودين اه افلك اهو 3 دول بس ده غير مراقبة كابت الرابع اللي بيضغط فيه اربعة فيه الاربعة بتوحقات ديفنسو كلهم جواهة 18 اه اه كمان فيه اتنين اللي هو اه زيزو تقريبا اللي هو دودة 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 بالزبط كده اه دول 6 لعيبة ضد 3 اه الفكرة كلها ان العددنا دايما زياد الراجل ده مش مراقب اللي هو اللي حطلك عليه اكساد ده ده مش مراقب اه اه اللي بيكلم عليها مؤمن في تقدم حازم ايوه اللي هتعمل مشكلة لما نيجي نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك لان بص يا كابتن هرجع لك شوي هنا كده بص مساح دي كلها فاضع يا كابت نة دي كلها طبا لما نيجي نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك هتلاقي انك جابها اليسرة في النادي الاهلي هتعمل مشكلة كبيرة طبا لازم نتجدって elkaarمل له حسام 留ه بقيادة علي معلوم لكن الفكرة اللي انا بقولها هنا حتى لو اعتبرنا دي فرصة فهي مستحيل التراجي مش يعمل فرصة فلو الفرصة انه يشوت مبارا 18 فمفتكرة نازل مالك النجاح نجاح كوي كبير جدا انه فرقة زي التراجي يبقى الحل او الفرصة اللي احنا بنعرضها يبقى كورة من شوت مبارا 18